بسم الله الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة أفاق لتعلم لف المحركات الكهربائية أخوكم إبراهيم عبدالعزيز سنتناول بإذن الله فيديو بعنوان لف محرك 36 مجرى 2 قطب سرعة عالية 3000 لفة في الدقيقة 3 فازة جانبين بالمجرى بخطوة لف 1 إلى 13 طبعا هنا في القناة هكون كذا فيديو المحرك 36 مجرى 2 قطب 3 فازة لكن هنا يختلف في خطوة اللف في خطوة لف سابتة 1 إلى 13 طبعا إذا عالي بك الفيديو دعمنا بالشراك ولايك وشير ومشاهدة الفيديو على الانترنت لدعمنا بالساعات تفعيل القناة هنتقل إلى عناصر الموضوع وتتكون من العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك وتشمل التقسيم وخطوة اللف وحساب البدايات والتوصيل الداخلي بين مجموعات الوجه ورسم انفراد يشمل جميع ما سبق هنا المحرك عندي جانبين في المجرى عند تقسيم محركات الجانبين في المجرى نقوم بتقسيم ملفات من الأسفل على أساس قوانين تقسيم محركات العادية كما سوف نرى أولا نقوم بإيجاد عدد المجاري تحت كل قطب الساوي 36 مجرى على 2 قطب هتديني 18 مجرى يعني أنا عندي كل قطب له 18 مجرى هنقوم بإيجاد عدد المجاري الفائز الواحد تحت كل قطب الساوي 18 مجرى على 3 الساوي 6 مجرى مجاري عدد المجاري 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 في الفازة هتساوي عدد مجاري الفازة الواحدة وهنا عدد مجاري الفازة الواحدة حتساوي 12 مجرى أنا محرك عندي 36 مجرى 36 على 3 ataque 18 على عفظ الأقطب هنا تساوي ست ملفات للمجموعة الواحدة أو ممكن حضرتك تحسبها أن المجموعة الواحدة الساوي عدد المجاري الفائزة الواحدة تحت كل قطب الساوي ست مجاري وقع إذن مجموعة الوجه الواحد ستكون ست مجاري تحت كل قطب يكون عندي مجموعتين كل قطب ست مجموعات ست ملفات تحت المجموعة الواحدة لكل وجه أما المجاري العلوي أتحددها عندي قطط اللف هنا قطط اللف كما سبق ذكرها 1 إلى 13 طبعا نشوف وضع الملفات في رسم الانفراد لاحقا وهنطبق كل الكلام هذا على رسم الانفراد كما سوف نرى هنا البدايات في هذا المحرك هتكون المجموعة الأولى الوجه الأول والمجموعة الثالثة للوجه الثاني والمجموعة الخامسة للوجه الثالث هنقوم بجادة الزاوية الكهربائية طبعا عشان البدايات أن kidnaggi بها البدايات الزاوية الكهربائية الساوي أولا نقوم بإجادة الزاوية الكهربائية بين مجرم متجورين وهساوي 180 وهو رقم سابت زاوية القط على 18 وهي عدد مجاري القط في هذا المحرك الزاوية 10 درجات يقوم المسافة بين كل وجه العارة مجموعةanie 820 وهو رقم سابت زاوية الوجه والوجه العارة لهي 360 درجة على ثلاثة أوجه هدين 320 زاوية القط يقوم 120 على 10 وهي عدد الزوية القربية بين مجرورين متجاورين هديني 12 مجرى الفرق بين كله وجه ووجه آخر كما سوف نرى في رسم الانفراد التوصيل بين المجموعات هيكون نهاية في نهاية لأن المجموعات متجاورة وتكون عدد الأقطاب نفس عدد المجموعات هنا عدد المجموعات 2 مجموعة يوقع 2 قطب نوع اللف جانبين بالمجرى هننتقل إلى رسم الانفراد لتوضيح جميع ما سبق ورسم الانفراد هنا في هذه القناة عبارة عن محاكاة لرسم مهرك كأنك بترسم حضرتك المهرك بتلف المهرك على الطبيعة يعني هي محاكاة لرسم المهرك وتطبيق جميع القوانين وتطبيق العمليات الحسابية هنا هنا نقوم بتقوض وضع ملفات من الأسفل تبقى لقوانين تقسيم المهركات طبعا هنا عندي الملفات من الأسفل قسمناها 18 مجرى لكل قطب كل وجه له 6 مجاري يوقع هنا عندي أول قطب مكون من 18 مجرى راحز الرقم هنا 18 طبعا نسيره دي 10 ولي 18 يوقع هنا عندي كل وجه بلون لون الأخضر لزرق للوجه الأول لوجه الثاني الأحمر وجه الثالث طبعا هنا هيكون عندي كل فازة أو كل طور له 6 مجاري بلون مختلف تحت القطب هنقوم برسم القطب الثاني قطب الثاني أيضا 18 مجرى كل وجه له 6 مجاري هنقوم بإسقاط القطب الثاني 18 مجرى يوقع هنا أكتمل رسم المجاري من الأسفل 36 مجرى هنقوم بالمجاري من الأعلى وتحددها هنا قطبة اللف قطة اللف هنا 1 إلى 13 ويوقع هنا من المجرى 13 إسقاط أول قطب بنفس الترتيب طبعا هنا أول قطب هنقوم بإسقاط القطب الثاني 18 مجرى هيبدأ وأرضك من بعد إياه لي القطب الأول يوقع هيلي هيبدأ من هنا يوقع هنا 18 مجرى هيبدأ من القطب الثاني 6 مجاري بالأزرق 6 بالأخضر 6 بالأحمر يوقع هنا يكتمل رسم المحرك من المجاري من الأسفل والمجاري من الأعلى هنبدأ هنا بالبدايات قلنا سابقا أن البدايات المجموعة الأولى للوجه الأول يوجد هبدأ من المجموعة الاولى هبدأ الوجه الاول ويرمز له بيول يوجد هبدأ المجموعة الاول ومكونة من 6 ملفات في المجموعة او 6 سرية بخطوة لف 1 الى 13 يوجد هنا اول سرية 1 الى 13 السرية الثانية 1 الى 13 السرية الثالثة 1 الى 13 السرية الرابعة 1 الى 13 والخامسة والسرية الاخيرة 1 الى 13 طبعا هنا المجموعة الأولى هيكون التوصيل الداخلي في نفس المجموعة نهاية في بداية يوجد هوصل نهاية الملف الأول مع بداية الملف الثاني ونهاية الملف الثاني مع بداية الملف الثالث ونهاية الملف الثالث مع بداية الملف الرابع ونهاية الملف الرابع مع بداية الملف الخامس وأخيرا نهاية الملف الخامس مع بداية الملف الثالث يتبقى لدينا نهاية الملف الثالث وهي نهاية المجموعة الأولى ثم نقوم بإسقاط المجموعة الثانية بنفس قطة اللف 1 إلى 13 1 إلى 13 و 1 إلى 13 الملف الرابع الخامس السادس هنقوم أيضا بتوصيل داخل نفس المجموعة نهاية في بداية نهاية الملف الأول مع نهاية ملف الثاني نهاية السرية الثانية مع الثالثة نهاية الثالثة مع الرابعة نهاية الرابعة مع الخامسة بداية الخامسة نهاية الخامسة مع بداية السادسة كنا هنا معايا توصيل المجموعتين هنا في توصيل المجموعتين المجموعتين متجاورتان يجب إذا تبقى لقوالين تقسيم مهركات سواء كان ثلاثة فاز أو واحد فاز هيكون التوصيل نهاية في نهاية ويمر الطيار في اتجاه معاكس يجب أن نقوم بتوصيل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية هتبقى لدينا طرف وهو بداية المجموعة الثانية وهو نهاية الوجه الاول يرمز له بالرمز X نهاية الفازة الاولى يرمز لها بالرمز X طبعا هنا هنوضح محاكاة لمرور التيار وتحديد عدد الاقطاب كزيادة اضافة يعني للشرح هنقول اذا مر الطيار فيه اتجاه معاكس اصبحت عدد الاقطاب مساوي العدد المجموعات هنا عندي عدد المجموعات اثنين مجموعة اذا مر الطيار فيه اتجاه معاكس اكون عدد الاقطاب مساوي العدد المجموعات هنا اتنين مجموعة يقع هنا المحرك اتنين قطب ويدور بسرعة تلات تلاف لفه سرعة مجال مغناطيسي هنا ادي اسهم لو مر الطيار باتجاه معاكس وهنوضح مرور الطيار اذا دخل الطيار عندي من البداية يوم هيمر الطيار هيدخل من البداية بداية اي ملف ويخرج من النهاية باتجاه السم لاحظ كده اتجاه المرور مع اتجاه السم لبعنا هيمر في اتجاه واحد داخل نفس المجموعة تبقى لقوانين لف المحركات الكهربائية هنا يخش من ملف بداية ويطلع من النهاية يقول كده اتجاه واحد مع اتجاه السم اما بعد انتهاء المجموعة هيخش من النهاية ويخرج من البداية الملفات هنلاحظ ان اتجاه مرور الطيار نفس اتجاه مرور السم كده مر الطيار في اتجاه معاكس ومر في نفس المجموعة في اتجاه واحد هيخرج من اكس الطيار بكده يكون عدد الاقطاب نفس عدد المجموعات اتنين قط طب هنبدأ الوجه الثاني قلنا الوجه الثاني هنبدأ بالمجموعة الثالثة او فرق اتناشر مجرى لو عدنا مجموعتين هدي مجموعة اتنين بالونين هنبدأ من المجرى ترتاشر لو سبنا اتناشر مجرى هنبدأ ايضا من المجرى ترتاشر بداية الوجه الثاني ونرمز له بالرمز دابليو هنرمز هنا دابليو وهنقوم بسقاط ايضا اول مجموعة تتكون من ستة سريا او ستة ملف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دي اول مجموعة طب انا مش هوصل لداخلي المجموعة لتوسيل نهاية في بداية وهو كده كده لفع الفرم نهاية في بداية لكن هي مش هنوصلها عشان ما صابش الرسم احنا وضحناه في الوجه الاول هنقوم بسقاط المجموعة الثانية بواقع ايضا ستة ملف او ستة سريا طبعا هنوصل للمجموعتين نهاية المجموعة الاولى اللي هي من المجرى هنا مجرى رقم 30 المجموعة الاولى مع نهاية المجموعة الثانية اللي هي المجرى رقم اتناشر يتبقى لدينا طرف بداية الوجه الثاني وهي بداية الوجه الثاني وهي نهاية الوجه الثاني ورمز لها بالرمز زت تمام يوقع نهاية المجموعة الثانية لاي وجه هي بداية المجموعة الثانية لاي وجه هي نهاية الوجه هنقوم ببداية الوجه الثالث ومن المجموعة الكمسة لعدنا مجموعة اثنين تلاتة اربعة خمسة يوقع من مجرى رقم خمسة وعشرين او هنقول فرق اتناشر مجرى وعدنا من هنا لغاية هنا هنلاقي مجموعتين اتناشر مجرى يوجد مجرى ايضا خمسة وعشرين ويرمز له بالرمز في زرة هنسقط اول مجموعة للوجه الثالث ستة سرية برضك التانية تالتة الرابعة الخامسة السادسة هنقوم ايضا باسقاط المجموعة الثانية للوجه الثالث السرية الاولى السرية الثانية السالسة الرابعة الخامسة السادسة هنقوم ايضا بالتوصيل نهاية في نهاية يوجد نهاية المجموعة الاولى لاحظنا نهاية المجموعة الاولى هتكون من مجرى رقم ستة مع نهاية المجموعة الثانية تكون من رقم اربعة وعشرين هتبقى لدينا طرف وهو بداية نهاية الوجه الثالث وهو بداية المجموعة الثانية للوجه الثالث ويرمز له بالرمز وينحصر بين اتنين بدايات تبقى لقوانين لف المحركات الكهربائية وبكده يكون اكتمل شرح لف محرك ستة وتلاتين مجرى اتنين قطب بخطوة لف واحد تلاتاشر وتوضيح مرور التيار ومحاكاة كاملة لرسم محرك ستة وتلاتين مجرى اتنين قطب. اذا عجبك الفيديو ادعمنا بالشراك ولايك وشير وهنا هنوضح لك ايضا رسم انفراد دائري للمحرك زيادة للقوى الفنيين هنا رسم انفراد للمحرك واذا عجبكم الفيديو ادعمنا بالشراك ولايك وشير اخوكم ابراهيم عبدالعزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته